استشهد طبيب وأصيب آخران خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة يأتي هذا في الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال مسلسلة لاعتقالات والاقتحامات بأنحاء مختلفة بالضفة مسلسل الاعتقالات والاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية لا يزال متواصلا مع قصف المقرات والبيوت وتدميرها على رؤوس من فيها في مدينة جنين استشهد طبيب فلسطيني وأصيب آخران برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية حيث أفادت مصادر أمنية بأن المواجهات اندلعت عقب تسلل وحدة خاصة إسرائيلية المدينة ومحاصرة أحد المنازل وبعد مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مدينة الخليل تم اعتقال عدد من الفلسطينيين كما أغلق قوات الاحتلال مداخل المدينة أمام حركة المواطنين وفي مدينة نابوليس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمين عسكر القديم وعسكر الجديد شرق المدينة حيث قال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في المخيمين وأفتشتها وعاثت فيها فسادا واعتقلت عددا من المواطنين وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على مواطن وفتشت إحدى مركبة الإسعاف وأعاقت وصولها إلى داخل المخيمين وفي مدينتي قلقيلية والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين بعد مداهمة عدة منازل وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه الفلسطينيين جرائم الاحتلال الممتدة من غزة إلى الضفة لن تجلب سوى المزيد من المقاومة من قبل أبناء الشعب الفلسطيني حيث استشهد حتى الآن العشرات وأصيب المئات بالإضافة إلى عمليات التجريف والحصار للمدن واستخدمت على نحو غير مسبوق المسيرات في اغتيال المقاومين أثناء اشتباكات ضارية مع الاحتلال الإسرائيلي